اشتركوا في القناة تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والدان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان لقد أعطى الله عز وجل أهل الجنة نعيما دائما ورضوانا لا ينتهي ولا يزول ولا يعلم حقيقة الجنة إلا الله عز وجل هو ربها وخالقها فالجنة هي لكل عبد صالح مؤمن يؤدي صلاته وكل ما أمر الله عز وجل به في الجنة لن نبكي وفي الجنة لن نحزن وفي الجنة لن نتعب وفي الجنة لن نغار وفي الجنة لا ننام في الجنة لا نموت وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتكون لأهل الجنة صفات معينة في أشكالهم وهيئاتهم وشهواتهم فهم يختلفون في الجنة عن حالهم في الدنيا وأهل الجنة لا ينامون فقد تتساءل عزيز المشاهد كيف ذلك؟ وما السبب؟ قال الله عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون أي إن أهل الجنة مخلدون في هذا النعيم المقيم ولن يلحق بهم مرض ولا موت مرة أخرى بعد موتتهم الأولى التي لحقتهم في الدنيا ولن يصيبهم شيء من العذاب كما أصاب غيرهم برحمة الله عز وجل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخاطك والنهر فأهل الجنة لا ينامون مطلقا لا من تعب ولا من غير تعب فقد أخرج البزار والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح كما قال السيوطي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا النوم أخ الموت وأهل الجنة لا يموتون ولا ينامون لأن النوم يعتبر الموتة الصغرى وأهل الجنة لا يموتون أبدا لا موتة صغرى ولا كبرى فعندما يدخل أهل الجنة الجنة ينادم ناد من قبل الحق تبارك وتعالى يا أهل الجنة خلود بلا موت فالجنة ليس فيها نوم ولا موت ولا مرض ولا هرم ولا هموم ولا أحزان ولا غموم ولا كرب ولا بول ولا غائط ولا روائح كريهة وليس للنساء حيض ولا نفاس ولا غل ولا حقد ولا حسد ينزع الغل من صدور المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة يوقفون على قنطرة بعد أن يتجاوز الصراط ويقتصون فيما بينهم المظالم التي كانت بينهم في الدنيا ثم ينزع الغل من صدورهم فيدخلون الجنة برحمة الله عز وجل على غاية من الصفاء قال ربنا تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين ومتعة النوم لا تكون إلا لمن يحتاج إليه من تعب أو مرض وأهل الجنة لا يجدون شيئا من ذلك وأما قوله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل قيل يعني وقت القيلولة المراد الوقت وقت القيلولة يكونون فيه في الجنة والمعنى أن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار ويقيل أهل الجنة في الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل والنوم أخ الموت والجنة ليس فيها موت ليس فيها النوم الذي هو أخ الموت نعم قال ابن كثير رحمه الله أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم بل كل ما لهم في ازدياد من قوة الشباب ونظرة الوجوه وحسن الهيئة وطيب العيش ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنهم لا ينامون لألا يشتغلوا به عن الملاذ والمسرات والعيش الهنيء الطيب ولألا يشتغل بالنوم عن ألذ ما في الجنة من ذكر الرب تبارك وتعالى وحمده وتمجيده والثناء عليه سبحانه لا نحصي ثناء عليه نسأل الله عز وجل الدرجات العلا من الجنة يزيد الله سبحانه وتعالى في قوة أجساد أهل الجنة وشهواتهم حتى يستمر في النعيم المقيم واللذة الدائمة التي لا تنقطع وهم لا يعرفون النوم في الجنة لأن النوم كما قلنا هو الموتة الصغرى والجنة لا موت فيها فهل يشتاق قلبك إلى الجنة أخي وهل تحن إليها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يكرمنا بالنعيم في الجنة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يهيئ لنا من الأعمال والرحمات والبركات والفيوضات والعطاءات ما يوفقنا به برحمته سبحانه ومنه لدخول الجنة اللهم آمين اللهم إن نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة